طيب خلينا أقول لحراركم بعض الأخبار وخصوصا أننا نتكلم على 48 ساعة على بداية الدفاع عن لقب النادي الأهلي في دوري أطال أفريقيا ومشوار البطولة العشرة بطول الدوري أطال أفريقيا وإحنا من برح قلنا لحراركم إيه؟ قلنا كل بطولة حشارك فيها الأهلي السندي فهو بيدافع عن لقبها وحيدافع عن لقبها منتهى القوة إحنا بتدينا البطولة بمورتي سنوديب دوري 32 لكن إنت البطولة الحقيقية بتبتدي من دور المجموعات فبالتالي البداية لازم تكون كويسة جدا أنت بطل حمل اللقب البطولة تالت العالم هتنجاز كبير جدا فلازم تدافع عن مظهرك وعن أدائك وعن فنياتك وعن كل حاجة وعن اللقب أهم شيء لأن الجمهور النادي الأهلي دايما مرتبط ببطول الدوري أطال أفريقيا هو أكتر فريق حق البطولة دي في القرية الأفريقية فإحنا نفسنا ناخد العشرة بإذن الله إن شاء الله الأهلي يكون موفق في بداية المشهور بدأ تم مباراة المريخ والمباراة اللي هتكون بعد بكرة على سيد القرية بإذن الله تعالى يوم التالت النهاردة كان فيه مسحة طبية لعب الأهلي والجهاز الفني استعدادا للمريخ السوداني وده طبعا أمر ممتبع قبل أي مباراة بـ 48 ساعة عشان الكشف على فيروس كورونا إن شاء الله الكل يبقى سليم وكلهم كانوا عاملين مسحات كتير عملوا بتحوالي 6 مسحات على مضار الرحلة بتاعة كاس العالم للأنديا إن شاء الله كلهم يبقوا سلام وجاهزين ومتاحين بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني وده أمر مهم جدا خلينا أتكلم معاكوا على إصابة صلاح محسن منبرح قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من اللاعبين وكل التفاصيل التي تتعلق بالإصابات المختلفة اتكلمنا على صلاح محسن وقالنا لحضراتكم إنه هو فترة غيابة حتكون من 10-15 يوم لأنه هو تم استبعاده في مباراة بالميراس برق قيمة تحت المباراة أصلا لأنه التمرين الأخير المران الأخير قبل المباراة كان جاله شد في العضلة الأمامية منبرح عمل أشعة رانينو الصبح نتيجاتها تلعت بالليل أثبتت إنه هو عنده شد في العضلة الأمامية فبالتالي فترة الغياب بتتروح ما بين 10-15 يوم ناصر مهر النهاردة مفروض بيشارك في بعض الفقرات في التدريبات الجامعية قلت لحضراتكم كمان مباراة محمد محمود أول ثلاثة يكون بيشارك في التدريبات الجامعية مع الفريق كريم ندفد قدامه أسبوع زي ما أنا برضو قلت لحضراتكم مباراة بفكركم دايما لأن ملف الإصابات ده مهم قوي في من تاني طاهر محمد طاهر عنده إجهاد في العضلة الخلفية برضو بالكتير قوي 10-17 يكون متاح وموجود مع الفرقة محمود متولي قدامه من شهرين إلى ثلاثة يكون موجود فبالتالي يعني دي أبرز الإصابات اللي موجودة في فريق النادي الأهلي منها إصابات كانت بقالها فترة كبيرة وقربت ترجع وده أمر مهم جدا ومنها إصابات يعني مديتها صغيرة وأنا عجبني جدا إنجازة طبية بصراحة الناس تتعامل وعملين شغل كويس جدا يعني مع اللعيبة ومع الإصابات وشوفنا الكلام ده كله بداية من إصابة محمد هني وحسين الشحات قبل بتوت كلاس العالم الأندية ولأنهم ما شاء الله متاحين مرورا ببدل بنون مرورا علي معلولة المحاولة المستميتة لمشاركته في مباراة الأخيرة لكن ده أمر يحصل بالجهاز الطبي وملف كان بيقرق النادي الأهلي خلاص أصبح شيء جايد جدا والتعامل في الإصابات على الشكل الأمثل في الحياة